لو كان أي دولة عندها خطة واضحة ومنفزة بقوانين قوية ونازلة على أرض الواقع ذي التنمية المستدامة غير كده بتبقى خط عشواء يعني حيث تجي تجي يعني ما في شيء مرتب له وحتى لو يتغير الحاكم مفروض ما تتغير الخطة صحيح لأنه كده الأمور بتمشي واسي كل الدول الغرب دي كل دول الغرب ما في رئيس حتى أمريكا كدولة عظمة ما في دولة أصلا بيجي رئيس جديد بخطة جديدة بيكون عنده نفس الخطة بنفزة لكن هو بتغير الحاكم لكن ما بتتغير خطة الدولة كدولة كاملة لا بتتغير في الاقتصاد ولا بتتغير في البيئة ولا بتتغير في كل شيء حتى نحن عندنا في البيئة عندنا قطع الجائر عندنا التعدين العشوائي عندنا الحرق للغابات اللي هو بتتحول لفحم وده كله ضد البيئة وضد التنمية وضد الاستهار ده غير الحرق يعني دي كلها أشياء مفروض نحن أصلا ما نصل للمرحلة دي لأنه ما في قانون بردعك يعني أنا بيجي بتحشير وأعمل فحم وأحريك ما في حد يقول لي ليه بل الحاجة الأخطر من كده عندنا في السودان أن الأراضي زائدها الأراضي التي بتنميها وتبني عليها المصانع وتعمل فيها الزراعة الأراضي ملك الأشخاص ما ملكه حرب يسموه ملك يعني وضع يد يقول ليه حقا جدا أرضي شاسعة جدا لا هو بيقدر يعمرها ولا أسرة كلها بتقدر تعمرها لكن لو جات الدولة عشان تعمرها بيرفضوا القبيلة الفلانية ترفضوا القبيلة الفلانية فهنا ما في تصالح اجتماعي ما في رؤية للدولة ما في ملكية للأراضي ما في يعني خطط مستقبلية للإزدهار والتنمية من دون أي فكار وما في وقوف للحرب أصلا نحن من حارب من 52 لجليل صحيح فكده نحن بنكون بعيدين تماما عن خطط التنمية المستدامة نعم وبالرغل نحن موقعين فيها يعني الآن في الوام التالي موقعين على الخطة دي لكن ما عملنا فيها شيء